بصوا بقى انا مخدتش وجبة يعني انا مخدتش وجبة يعني محدش قال لي ان فيها وجبات وفيها كنتاكي وفيها مش عارف طلعوا يقولوا ايه نص كيلو كباب وكفتة وربع كيلو مش عارف مين اللي رايحين عند المناصة انا عمال اتابع واتفرج على اللي بيحصل اخوانا بالتأكيد وكل الناس اللي خارجة طبعا من حقنا انتوا اللي عايزي التاريق يعني انا بسيب الناس بقى على السوشيال ميديا خلاص بقيت مسألة عادية جدا التارية ناس بتقول لك هو فين الكمامات ومش عارف مين والجراءات الاحترازية طب بس هو كل الاخوان بقى والجيوش بتاعتهم الالكترونية سابوا كل الكلام ده وبدين يتكلموا يقول لك ايه بقى دول احتفلوا بستة اكتوبر يوم اتنين اكتوبر بدري علشان هم خايفين مش عارف من ايه والكلام ده كل لا انا هقول له حضراتكم هو احنا احتفلنا بيها بدري ليه اولا ستة اكتوبر هي احتفلية ممتدة ستة اكتوبر ده يوم نصر حضراتكم طبعا بتتدايقوا من الكلمة بتاعت النصر ومن كلمة بتاعت ان الجيش المصري انتصر وان الجيش المصري لانتو كان نفسكم ان يفضل الجيش المصري مهزوم وان الشعب متدايق من الجيش المصري مكانش اساسا انتو ما بتحبوش ان هذه الدولة يبقالها مثل هذه الاحتفاليات فاحنا في اكتوبر كله شغالين احتفاليات ده مبدئيا ده بيدوق كده ثم نمرأ اتنين بقى حتة احنا نحتفل يوم جمعة نحتفل يوم اتنين نحتفل يوم واحد انت مال يعني مالحظ مالك يعني انت انت دي مالك بيها وانتو متدايقين علشان الجمعة بتاعتكم اللي انتو كنتو نازلين فيها انتو كان عندوكو جمعة غضب محدش عبركو كان عندوكو جمعة نصر محدش عبركو كان عندوكو مش عارف هتعملو جمعة ايه بعد كده هتعملو جمعة ايه بعد كده العين شغالين بشكل غريب قوي وشغالين على ان كنتوا تقعدوا تلاعبوا الناس وبصوا ده عملوها يوم اتنين وعملوا الاجازة يوم تمانية في الشهر اه الاجازة يوم تمانية في الشهر لان فيه خرار كان طالع من فترة كده من مجلس اجراء ان اي اجازات هتقع في وسط الاسبوع هيتم ترحيلها الى جنب الاجازة الاسبوعية في نهاية الاسبوع تعويض الموظفين والناس وكده عشان عدم تعطيل الاعمال في البلد ورجعهم كده حتبصت لقوني ده احد القرارات الادارية الهمة جدا اللي تم اتخذها في مجلس الوزراء من فترة من فترة مش عارف من اكتر من سنة وشوية او سنتين وطبقت قبل كده الاياد اللي في وسط الاسبوع ليه اصلاح احنا عايزين نحتفل بستة اكتوبر صح عايزين ناخد اجازة كده ونستمتع بمصر وناخد لونجوي ايه اللي غايزكم ايه اللي مضيقكم هو الشعب عجبه انتوا مالكم ثم بقى حتة ان الاعمال يحصل والتنبيهات عايز اقول لكو ان اللي حصل ايه ان صدرت مجموعة من التنبيهات طبعا بعد الفشل الذريع واضح قوي اللي حصل في الفترة اللي فاتت من الاخوان والفلوس اللي اتدفعت جامد قوي من قطر واللي اتدفعت قوي من هنا وتركيا عمالية كامل وبتاع اللي بيقود القنوات واللي بيدل اردارات وحاجات كده ناس معينة وزباط زي ما اليوم السابع كدبة زباط في المخورات بتبعت اردارات التوجهات العامة ماشي ازاي فيش دولة في العالم ما بتحاولش تعمل توجهات امريكا نفسها بتحاول تعمل توجهات في الميديا وفي الاعلام وكله انما الغريب ايه ان انت تعمل توجهات في الاعلام اللي عندك اللي انت عامله علشان توجهه لدولة اخرى يعني دي حاجة تانية بقى خالص ده لعبة تانية خالص فاليوم السابع جدبة وقالت احنا حصلنا على بعض الحاجات اللي بيتبعت بالاوامر يشتغلوا عليها في هذه القنوات طبعا انا مش هقول اسماء القنوات انا ماهمينش هذه القنوات انما انا اللي عايز اقولهلكو خلونا نبص على التعليمات وعايز انقش مع حضراتكم زي ما كلمتوكو قبل كده انا بني ادم منطقي شوي يعني ايه منطقي يعني احبك لما تيجي تضحك علي احبك يعني العبها صح لما تيجي تحاول تستاسك ارجوك استاسك بشيء من الزكاء لان انت غبي وكلكو اغبية وان انتو لما تعاملونا بهذه الشكلة تتعاملونا ازاي يعني محدش بريضي في مصر اطلاقا على اللي حدث في قرية العوامية ولا اللي حدث لأويس الراوي على فكرة يعني محدش يرضى وهي ترتقي ترتقي الى ملحلة انها بالعام تدخل والناس والزابط اللي عمل ده اتقبض عليه لانت تقدر انك انت تقول ان هذا توجه دولة لان احنا شفنا حاجات كتير جدا في الفترة اللي فاتت والشرطة اشتغلت بشكل كابت جدا لانما تقدر تقول انه هناك خطأ ايه طبعا ولازم حد حيتعقف فيها ده اكيد ولازم حد حيتحاكم فيها ده اكيد ايه انما انك انت تطلع تحاول تستغلها ممكن بما كنت بتستغل اي حاجة وبتخترق اي حاجة انها ما تطلع تستغلها وتقول الناس تروحوا تقولوا وتطلعوا وتقولوا ان الحكومة المصرية عايزة تروح لأسرة عباس الراوي بتساوم للأسرة علشان ايه ينسوا المشاكل اللي هم عامنينها وتقول للأسرة وتقولوا ان الحكومة بتقرض على هذه الأسرة ان هم يعينوا لهم تلت نفار يعينوا تلت اشخاص من أسرة الضحية وينسوا بقى الحدوتة دي ايه استزاكة اللي انتم عايشين فيها دي اولا دي ايهانة لأسرة هذا الرجل ان انتم تقولوا عليهم ان هم ممكن يقبلوا بتعينات ولا مش عارف مين وهو الاخره ثم ايهانة ايضا للحكومة المصرية حكومة المصرية لو عايزة تلم مع حد مش هتروح تقول له عايين لك تلتة يعني يعني لو هو بقى احنا خايفين قوي 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 من اللي بيحصل وخايفين جدا من اللي مش عارف مين ومتشعتفين والحقيني يا ماما ومش عارف مين زي ما انتم عايين تقولوا كده مش هنطلع نروح ونعرض عليهم طب ايه رأيكم عايين لكم تلت نفار غباء شوية بتهيعي ترجمة نانسي قنقر